السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً يا أصدقاء في مراجعات قراءة شهر 11 شهر 11 ببداية شهر 11 عن نهاية الأسبوع الأول يعني في 8-11 نهاية أول كتاب لإلي اللي هو كتاب بعدين معي اللي هو كتاب The Final Empire لبراند ساندرسون اللي هو كتاب الخاص بميست بورن الجزء الأول أو السلسلة الأولى وكالكتاب الإنجليزية كتاب من المفضلاتي فلذلك واجب التنويه إلى أنه كيان للنشر والتوزيع رح تنزل هذا الكتاب مترجم لأنها حقا حصلت على حقوق الترجمة لهذا الكتاب فما بعرف إذا رح تنزله بمعرض الكتاب القاهرة الدولي للكتاب ولا حياخد شوي وقت لبعدين لكن يعني انبسطوا أن هذا الكتاب عن جد الترجم واحد من الكتب الرائعة اللي قرأتها في عالم الفنتازيا خلينا شوي نشرح لكم عن هذا الكتاب The Final Empire اللي هي إمبراطورية نهائية أو الأخيرة ومأخوذ من عالم مستبورن اللي هني أبناء الضباب بهذا العالم السسم ماشي كالتالي إنه في عنا إحنا لورد رولر اللي هو الشخص الحاكم وإنه بلاء اللي كانوا معه كانوا بيمتلكوا خاصية حرق عناصر معدنية وتحويلها لقدرات معينة غالبا بينولد هذا الشخص معه خاصية إنه يحرق عنصر معدني واحد إذا كان قادر يحرق أكتر من عنصر بنسميه نحنا في هاي الحالة مستبورن إنه قادر يحرق جميع العناصر يا بيحرق عنصر واحد يا بيقدر يحرق جميع العناصر فاللورد لورر هو بيحرق جميع العناصر وبعض النبلاء اللي معه بيقدروا يحرقوا جميع العناصر أو جزء منها تحت النبلاء بتيجي طبقات السكاء السكاء اللي هني ناس خلينا نقول مستعبدين مشغلينهم شي بالزراعة شي بالتعدين شي بكذا شي بكذا يعني موزعينهم وبيسيقوا استخدامهم بطريقة كتير مهينة وفوق من هيك إذا واحد من النبل من قرر من النبلاء إنه ينام مع واحدة من السكاء لازم يقتلها حتى يضمن إنه ما يورث هدول السكاء هاي الميزايا أو الخاصيات فالسكاء بيعيشوا بطريقة مريعة جداً إما إنهم حيكونوا بالمقاطعات الريفية بيقدوا مهماتهم النوعاً ما تعتبر وضيعة أو إنهم يكونوا عايشين بالعاصمة فمنهم بيكونوا متسويلين بالعاصمة ومنهم بيكونوا أشخاص شوي حرفيين شاطرين والنوع الثالث من السكالي بالعاصمة اللي هني اللصوص وغالباً غالباً جماعات اللصوص بيكون فيها ناس قادرين يحرقوا عناصر ومن الندرة إنه يكون فيها مستبورن يعني كل جماعة اللصوص دائماً كيف بتعيش؟ بتعيش على إنها تنصب على النوبلمن وبتاخد منهم الفلوس وبتقدر إنها هي تسلك أمورها لكن واحدة من جماعات اللصوص بتقرر عنا في هذه الحالة إنه هي تسقط الإمبراطورية الأخيرة طبعاً جماعات اللصوص غالباً بيوظفهم ناس فبيوظفها الثوار لإسقاط الإمبراطورية الأخيرة وهاي جماعة أصلاً فريدة في نوعها فيها شخصية فريدة اسمها كلسر ورحكتشف بنوتا عند اسمها بن لسبب ما متعلق بقدراتها الخاصة وإحنا رح نتبع مسيرتهم الخطة اللي رح يعملوها هل حيقدروا ينجحوا فيها بالإضافة لأشياء كتير كتير متعلقة في هذا العالم وهذا موضوع فإحنا منروح مع جماعة بن ومنبدأ نشوف خطوة خطوة شو الأشياء اللي بدهم يعملوها حتى تصيحوا بالفاينال إمبر طبعاً لورد لورر في هذا العالم هو يعتبر إله لأنه عنده قدرات خارقة أنهن بيعتبرو إله لأنه عنده قدرات خارقة جداً لما بتقرؤوا كيف هن الأشخاص بيحرقوا العناصر وبتحكموا بإمكانهم عبرها يتحكموا بمشاعر الناس فتستكشفوا ليش هو عنده هذه القدرات نحن لما في الموضوع أنه أول إشي الكتابة لطيفة يعني صحيح هي كتابة وصفية ممكن الناس بتوصف براند سندرسون أنه كتابته جافة بس لأنه شخصيات فيها مميزة ومريحة وبتحس أنك أنت بتعرفها الحوارات فيها جميلة مش بس هيك لو إجينا على الشخصيات الموجودة أو الطاقم الموجود بمستبول بتحس أنه أنت لازم تنضم لهذا الطاقم ما في أحلى من هيك طاقم نصص في العالم أنك تكون من كادر هذا الطاقم فمكتوبة شخصيات حتى المكروهة منها بطريقة محببة في كتاب بيكتبوا بطريقة حقيقية جدا ندرجة أنه ممكن أن أنت تتقزز من هاي الشخصيات لأنه خلاص تكشفت لك فيها كل عيوبها وكل مزاياها بينما الكاتب بمستبول يعني كتب لنا الشخصيات بطريقة أنه عن جد بقولكم أنه حابين نكون من ضمن طاقمهم من ضمنهم شايفينهم لمسينهم عايشين معهم فهاي ميزة كتير كمان كانت حلوة بالكتاب المفاجآت المتلاحقة وفي عندنا هاي البطلاء اللي هي تعتبر مراهقة وبالتالي ردود فعلها الغريبة أو غير المتوقعة في مواقف مختلفة كانت بصراحة رهيبة جدا القصة وقد تكون مؤلمة لكن فيها حس فكاهي هي تقريبا بدر أقول تصلح لجميع العمار يعني إلا إذا كنتوا أنتوا من النوع اللي مثلا تتأثروا بمشاهد الدماء والقتل والهاد فيعني ممكن تكون لا لكن أنا بفهم ليش الناس إنه بتشوف إنه الفاينال إنه مستبون ككل مش يونج أدلت لكن الفاينال إمبير إن حاسيتها إنها يونج أدلت صالحة لجميع العمار كتير حلوة كتير مميزة كتير لطيفة طيب إيش الكتاب التاني اللي بدي أحكي لكم كتير 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 أكتر منيك تسويق ما فيه كيام بس تنزلها مترجمة بتروحوا ركاد بتروحوا تجوب نسختكم إذا كنتوا منحب من عشاقة عالم من فانتازيا لا تفوتوها عليكم فالكتير أنا بتحمسة إني أنا أقرأها على فكرة هاي القصة قرأتها بتحدي لاختيار للصياد كتابك القادم من مكتبتك التحدي رح ينزل قبل هذا الفيديو فروحوا شوفوا علشان حتساعدوني في الصياد كتاب شديد طيب شو بدي أحكي لكم هلأ أنا شو عم بقرأ أنا شو عم بقرأ عشان مراجعة القادمة ثواني حاليا عم بقرأ روس بولدارك رواية رومانسية تاريخية متبقي اللي منها شايفين القليل جدا جدا يعني بس هالقدت ممكن تلت شباتر فأتوقع أنها هي حتكون مراجعتنا القادمة إن شاء الله فاستنوني بأوبدات جديد سلام نسهل يا أصدقاء وبعتقدر عن هاي الزهوية بس لقيت معي هذا الوقت بريك ما بين تدريبات الدعم النفسي عمنا تدريب عن الفقد بدلوا السيد عشكم وصر يحضر معي جميع جلسات التدريب مش قابل يغادر وفتح لي الشباك وناس مريضة يعني مريضة يا أستاذ عشكم مضطرة إني أشتي مع الهواي البارد الموجود طيب إيش بنعمل اليوم يومنا نرجع لكم رواية بشكل سريع اللي هي رواية روس مالتراك حظا شوكي أقرب المواي إني أكتر علشان يكون صوتي واضح كونه متضرر يعني طيب شو بدر أحكي لكم عن رواية روس بلدراك رواية هي عبارة عن رواية تاريخية رومانسية في نفس الوقت وهي جزء الأول من سلسلة فعليا بس أعتقد أن الكاتب لما كتب الجزء الأول ما كان في إنيتو إنه تكون عبارة عن سلسلة أحداثها في بريطانيا بتحدث في 1700 وإشيه فبيروح روس من الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما كان عم بخوض الحرب هناك أحدد خلينا نقول تحرير يعني البريطانيين كانوا عم ينطردوا وقتها عم يتلعوا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما ثارت عليهم الولايات المتحدة الأمريكية وبطلوا يعني تابعين لبريطانيا خلينا نقول وتحرروا من نفوذها فروس شارك بهذه الحرب روح من هذه الحرب موصوب بيبشه وبيعرج بقدمه لما روح على أرضه اكتشف أنه الفتاة اللي بيحبها إلا سبث أصبحت خطيبة ابن عمه والإرث الضئيلة اللي ضيله من والده عاثوا فيه زي ما بقوله الخدم فسادا لأنه كانوا عم بفكروا أنه روس توفى بالحرب روس أصلا والده لما بعثوا على الحرب بعثوا لأنه كان خايد نوعا ما فيه إشي ضد النظام الموجود في بريطانيا لأنه روس كان تفكيره مختلف عن النبلاء الموجودين في تلك المنطقة هو بيعتقد أنه إحنا كنا تحملنا المرآة من نفس الطريقة وكنا منقضي في بطنها نفس الوقت فبالتالي يعني كل البني آدمين متساويين البفرق بين بني آدم و بني آدم فعليا يعني في هذا المجتمع وبس البريفيرليج اللي وارثه من والده فقط لا أكثر فروس بتعامل مع الأمور بهذه الطريقة هو ما عنده أي مشكلة إنه يشمر عن ساعدي ينزل بالحقل يزبط مع الخدم اللي عنده أي شيء معين وبس كانت مشكلة الوحيدة فقط مع الأوساخ والقمل فروس بيتعرف على فاته صغيرة عمرها 13 سنة اسمها ديميلزا إنه بيوزع لها بطوشا كانت عم بتخوضها وبيكتشف إنه هي ساكنة بمنطقة بعيدة لكن بطريقه فبقرر إنه يوصلها في الطريق ديميلزا تكشف له عن كتفها وبتفرجي أثار الصياط اللي بتركها والدها السكران عليها فهو بيكون بيقرر واتيها إنه يراجع والدها ويدفع له أجرتها كخادمة عنده في المطبخ لكنها تقريبا شبهي بتنهار إنه ما بدأ منه يوصلها لهذا البيت فبتطر إنه يأخذها لبيته من هون تكثر الشعاعات عن روس إنه يعني أنت شخص بتحب العامة بس أنت يعني فعلياً لأ شخص مريض يعني أنت خطاف الطفلة بعمرة 13 سنة عشان تتسلى فيها المهم هو شخصية وكول طريقة كتابة طريقة ونستنزي جرهام الكتابة رهيبة جداً بحيث إنه بتحببك بشخصيات ما بتعطيك اللمحة اللي كان لعنة الشخصية مباشرة بيعطيك جلمس هون وهون 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 روس كول روس ما بيردش ما بينفعل بسهولة لما بيضحك وبيبين أصغر عمراً وهكذا خلال الفقرات يعني يعني تتكشف الشخصية مش بس لروس لكل الشخصيات الموجودة بيكتب التنشن كمان يعني مشاهد التوتر بطريقة كتير حلوة فرواية رائعة بتحكي عن هديك الفترة بتحكي عن الاقطاعيين والعمال بهديك الفترة في بريطانيا وفي نفس الوقت بتعالش يعني بتغطي جزء منها بيغطي جانب رومانسي في الحكاية فأنا بنصح فيها وهي عن جد لطيفة جداً هكي احنا مكون خلصنا مراجعة روس بالدراك ومنكمل معكم بعدين في كتاب جديد مجرد ونمهي السلام السلام عليكم يا أصدقاء وأبدأ جديد لقراءة جديدة أنهيت كتاب مهنة العيش لكاتب إيطالي اسمه تشيزاري بافيزي هذا الكتاب كان على قائمة الكتب التي أنا نوية استعيرها من المكتبة العامة وكنت جداً جداً متحمسة لإله يعني آسفة أنه بعد روايتين أقولكم أنه الكتاب غير الروائي هو الكتاب اللي خيب ظني لهذه السنة توقعت ألائي يعني بكتاب بهذا الحجم فائدة على الأقل لكن الحمد لله الحمد لله أني أنا استعرته من المكتبة عامة أولي شي قد تكون المشكلة بالترجمة كانت متأنقة أكثر من اللازم وأيضاً أفكار الكاتب حستها مشتتة أكثر من اللازم أنا مستغربة أنه أصلاً أوصى أنه تنشر هذه الأفكار لأنه في معظمها كانت عبارة عن شدرات لتحليلاته لقراءاته أو لرأيه في كتابات كتابة معينين فما بدر أقول أنه كانت تحليلات جادة أو منطقية كنت تحس أنها هي أفكار الداخلية اللي بتعتمل في داخله وبعض الأحيان ما كانت واضحة جداً إيش الفكرة اللي بده يوصلها هذا الكاتب إضافة إلى ذلك لأنه هذا الكاتب يعني أنت عم تقرأ له بتحس أنه ما عم تقرأ شيء مترابط أنت بس عم مجرد عم تقرأ له شخص سيقدم على الانتحار واضح جداً من كتاباته أنه سيقدم على الانتحار هو كان في فترة الثلاثينيات عاشق وهذا واضح جداً في كتاباته بينما أصبحت في فترة الأربعينيات أي امرأة ترضي حتى انحدار تفكيره الديني في الإله وتحليله لقيله من البداية حتى النهاية كمان كان مؤشر موجود وظاهر جداً في هذا الكتاب شو بدر أحكي لكم أكتر يعني بعض الاقتطافات أو الاقتباسات ممكن تكون عجبتني هنا أو هناك يعني أعتقد أنه واجب التنويه أيضاً لأنه الكتاب بلس 18 لأنه الكاتب بيحكي كثيراً مشكلته الخاصة بالعجز الجنسي وبالتالي هو في بعض الأحيان بيكون حانق ويتلفظ هنا وهناك بألفاظ لا تليق لأنه فعلياً ويكتبها بمذكراته الشخصية اللي أوصى بنشرها فيعني مو عارفة حسيت حالي كنت عم بقرأ أشياء مفككة وغير مفهومة وبالأول كنت حاسة أنه المشكلة من عندي بعدين مع الوقت هذا الإحساس زال ما بعرف الترجمة من عندي من منشورات دار الجمال هي متوفرة بالترجمة أخرى توقعتها لماذا؟ مش متأكدة فإنتوا جربوا اقرأوا كمين صفحة من الكتاب قبل ما تفكروا أنكم تستعيروا أو أنه أنتوا تشتروا يعني لو كنت شجاعة لو كنت أنا أمتلك الشجاعة الكافية كان عملت له DNF للكتاب توقفت عن قراءتهم من أول 40 صفحة بصراحة لأنه أخذ وقت وجهد وكانت الفائدة محدودة جداً محدودة جداً وفر نقودك بالأخير طيب أتوقع أنه رح نرجع المرة الجاي بأبدات جديد بخصوص واحد من الكتابين التاليين اللي أنا عم بقرأ فيهم اللي ما نضيلي 150 صفحة أقل أتوقع 130 صفحة اللي ضيلي والسوري أسفة هو كتاب الظلال والعظام لأنه ضيلي فقط فصل واحد اللي هو الفصل الأخير من الكتاب يعني رح إن شاء الله نرجع بأبدات جديد بس أنتوا تخيلوا معي الجريمة اللي أنا عاملها بحالي عم جات جريمة شوي بسيكي ركزوا بالموضوع هذا جزء أول من سلسلة هذا جزء أول من سلسلة الكتابين اللي قرأتهم هذا الشهر روسبلدوراك جزء أول من سلسلة وذا فاينال إنبير جزء أول من سلسلة يعني أنا فتحت أربع سلاسل خلال شهر واحد تأثير الإنفلونزا أكثر تصرف غبيه عملتها هذه سنة أربع سلاسل استفتحتها خلال شهر واحد ومتحمسة فيها يعني فمش عارف على وين جرس برين مش عارف على وين رح نرسيه على كلين رح نخلص لهون ورجع لكم بأوبديت جديد أهلا وسلم يا أصدقاء عدنا في مراجعة كتابين هذه المرة إن شاء الله اللي هم روايتين وروايتين فانتازيا فيهم أوجه تشابه كبيرة بس في نفس الوقت فيه كمان أوجه خلاف كبيرة تحاول أقرب المايك مني لأنه يمكن صوتني مش مساعد فممكن هيك يكون أفضل بس المايك مش لا سلك سلكي فيعني لكم تحتملوا بعض الإهتزازات من حين لآخر والشي خلينا نحكي عن الكتاب الأول الرواية الأولى اللي رح نحكي عنها اللي هي رواية دلال وعظام للكاتبة لي بردوغو بالأول أنا ما كنت متخوفة أني أتناول كتاب للي بردوغو ما كنتش كتير حاسة أن أكتبها الشهيرة ممكن تروق إليه بعدين حكيت إذا دفعني الحماس لأني أخذ واحد من كتبها أو أبحث عنه أو أقرأه فأنا بفضل أني أنا أقوم باستعارته لأنه كان وقتها في على لي بردوغو ضجة بأنها هي كاتبة صهيونية وخاصة أنها جدتها أو جدها وأهلها مقيمين ببيت بالقدس ومعظم بيوت القدس زي ما بتعرفوا ومسروقة فهذا كان سبب آخر أني أنا ما أفكرش في شراء كتبها وإن كنت بدي أنا أطلع عليها فأستعيرها من المكتبة العامة لكن لما لقيت أنه كان للنشر والتوجيع والتوجيع من النشر والتوزيع حصلت على حقوق طباعة كتبها حاولت أبحث بالموضوع بلس بالشكل سريع ومختصر ولقيت لها تويتها بقبل سنتين في عز أحداث غزة إذا بتذكروا كانت بتحكي فيها عن أنه بما معنى بما معنى أنا ما أعتقد لأن أنا أتذكرت كثير سيئة أنه كل شخص عقلاني ومنطقي وعنده ضمير يعني لازم يوقف بجانب الفلسطينيين أو بما معنى فري بالسطين فكان وقتها الناس رد عليها يعني بردود إيجابية ومبسوطين من اتخاذها لهذا الموقف لكنها حتى لحظة مسجلة على الجودريدز إنها مقيمة في القدس ومكان آخر في الولايات المتحدة الأمريكية فما أعرف المهم كتاب ظلال وعظام مش من التب التب في كتبها يعني في عندها هي سستة من الخرباء من الغربان سيكس أوف كروز اللي أيضاً كان لنشر وتوزيع أحدة حقوق ترجماً خاصة فيه أكثر شهرة من أو أكثر تقييماً من الضلال والعظام الضلال والعظام تحول مسلسل يمكن في ناس عضرتوا على نتفلكس متهافكرة عن القصة خليني نحكي عن العالم أول إشياء عشان نبدأ في الرواية هلأ في عنا عالم رافكة منطقة خلينا نقول بحيط فيها الأعداء من كل اتجاه تقريباً كل الدول المجاورة لإلها غير متسامحة معها وفي دفس الوقت هي الدولة بتعاني من مشكلة إنه مقسومة قسمين بطية الظلال هاي طية الظل الموجودة في داخلها فيها مخلوقات شرسة ممكن تفتدرس الإنسان وأهل رافكة مضطرين إنهم يعبروها جيئة وذهاباً علشان قسمي البلد يعني يصلوا ما بين قسمي البلد لذلك الملك في عنده خلينا نقول جيشين جيش من القضاء العاديين المقاتلين المتعقبين وما شابه وجيش من المستحضرين تحت إمرات مستحضر الظلام المستحضرين عندهم قدرة إنهم يستحضروا قوة أخرى زي إنهم يستحضروا الرياح يستحضروا النور وما شابه إلينا ستاركوف اللي هي بطلة القصة اللي رح تروينا القصة بلغتها هي بتكون عندها قدرات خفية لن تظهر إلا لن تظهر إلا بطريقة يعني معينة فلما يتكشف للعالم إن هذه الفتاة العمرها 17 سنة عندها هاي القدرات الخفية بيقرروا إنهم ياخدوها لإعادة التأهيل وتدريبها مع المستحضرين لأنها بتكون فريدة من نوعها زيها زي مستحضر الظلام هون إحنا من نتبع إلينا أو أفكارها الداخلية وشو عم نتعرض له إلينا إحنا عم نكون منتبع أفكار فتاة مراهقة سطحية كتير كتير مركزة الأفكار بشكل سمج على مشاعرها المباثرة مع كل شخص وسيم ممكن يظهر بالصورة ووصف خلال أشخاص كتير كان مزعج وغبي بتركز على الصفات الجسمانية وبتركز في أثناء السرد أو الحكي يعني طريقة الكتابة لأفعال مبالغة فيها يعني مثلا يعني ممكن تلاقي عادي جملة بالكتاب بكيت حتى تشكلت شو بسموه بركة من الدموع تحتي يعني شو هالمنطقة ده فطريقة الكتابة كانت مزعجة وخاصة أنه أنت طول الوقت في رأس إلينا وعم تسمع على أفكارها فكان هذا الموضوع جدا جدا مستخز أعتقد لو أن الكاتبة حاولت أنها تكتب الكتاب أو الرواية من وجهة نظر الباقي الأبطال أو على الأقلية وزعتها ما بين مال ومستحضر الضولان وإلينا حتى في شخصيات موجودة في الداخل زي روجينا ومدربة إلينا نسيت شو اسمها يعني كان بإمكان هذا الكتاب يكون كتير أفضل مما هو عليه الآن بالبداية أنا فكرت أنه أكثر سبب أزعجني بالكتاب أنه أنا جوه راس إلينا وعم بسمع صوتها طول الوقت لكن لما قرأت كتاب آخر رواية فنتازيا أخرى وتروى من قبل فتاة كمان في السابعة عشر اللي هلأ رح أقدم لكم إياها وما حسيت بهذا الإزعاج وخاصة أنه الفتاة اللي عم ترويلنا إياها خرسة يعني إحنا براسة غصبا عننا طول الوقت ما حسيت بهذا الإزعاج اكتشفت أنه السبب الرئيسي أني أنا ما حبيت الضلال والعظام ويمكن ما أحاول أني أفكر أكمل هذه السلسلة أني أنا ما كونت رابطة ولا علاقة ولا اهتميت بهذه الشخصيات يعني في جماعة من اللصوص يا جماعة جماعة من اللصوص وأنا كنت متمنية أني أنضم إليهم يعني شو أكتر من هيك اللصوص لكنهم جذبوا انتباهي بمثلا كتاب روس بالدوراكو هو مش فانتازيا لكن مثلا روس ديميلزا وفيريتي اللي هي بنت عمه هدول الثلاث شخصيات اللي كانوا موجودين بالرواية بتحس إنهم أصحابك يعني بالرغم من كل القرارات الغذية اللي راح يتخذوها أثناء القصة أثناء مجرى الحكاية بتحس إنه أنت دعمهم وموجود في ظاهرهم وأنا قلت لكم ماش الحال ليش تعملوا هيك بس أنا مش قادر أتخلى عنكم يعني هذا الإشي كان موجود أيضا في سيكس كريمزون كرينز اللي هي قصة البجعات الستة شيوري الفتاة البنت الإمبراطور بتفسد حفلة خطبتها في يوم خطبتها بطريقة صغيفة وهغبية شيوري همها كرات الأرز في الغالب أكثر من البربري اللي جاي يخطبها من شمال البلاد ومع ذلك شيوري بتكتشف سر معين عن زوجة أبها زوجة أبها زوجة الأب أوكي وهذا السر بيخلي زوجة الأب تلقي عليها بلعنة فينا نقول لعنة أوكي غريبة نوعا ما هي وإخوتها الستة كلنا بنعرف البجعات البرية أو الإخوة الستة اللي تحولوا لبجعات برية إحنا من منشوف التحول بشخصية تيوري كيف كانت كيف صارت الأفكار الموجودة بدماغها كيف بتحرصها وقلقها على إخوتها والقصة لا تخلو من تنين من أفاعي من ذئب في الآخر 40 صفحة أنا حسيت القصة محشودة بميثيولوجيا يابانية بشكل أنه أنا لحظة شوي بطلت جمع هيك يعني حسيت لكن مع ذلك كانت بتشدني شخصيات الموجودة فيها حتى الجانبية منها بتشدني وفي أشياء بتخليني أفكر وأستنتج صح أني أنا كنت ماشي مع الأحداث ومتوقع على إلهاب يعني موقفي من زوجة الأب موقفي من شخصية أخرى ظهرت أثناء الحكاية فيما بعد كنت نوعا ما متنبئة بما سيحدث لكني كنت مستمتعة للغاية مع التشويش اللي حدث بالجزء الأخير الآن مشكلت الحكاية أنه هي زي ما سمعت الجزء الثاني منها مليء بالميثيولوجيا أكتر لسه من الجزء الأول وماشي بريثم السريع للغاية فأنا خايفة أنه ما يعجبني بالرغم من أنه فيني أقول أنه هذا الكتاب كتاب فانتازيا هو من مفضلاتي هلأ أعتقد أنه بما أنه إحنا اليوم 28 28 لا إحنا اليوم 28 سوري إحنا اليوم 28 وضع 29 30 فما عندي فكرة إذا كنت رح أخلص لكم كتاب آخر لكن كتاب اللي أتوقع أني أنا أخلصه اللي هو قصص قصيرة لاتشيماماندا أديتشي ذاك الشيء حول عنقك لأني أنا موصلة فيه لهيك وكونها قصص قصيرة يعني بتحس حالك بتمشي فيها بشكل سريع فممكن أرجع لكم بمراجعة على هذا الكتاب ممكن تلقوه بالشهر القادم فإذا ما أدرت أرجع لكم من هلأ بقولكم ظلوا إيجابيين حقوا أحلامكم رب أغفر لي ولي والدي رب رحمهما كما ربياني صغيرة والسلام